أكد المبعوث الأمريكي إلى إيران إليوت أبرامز أن دعم طهران لميليشيا الحوث الإرهابية يعطل مساعي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وكشف في تصريحات صحفية اليوم الخميس عن مناقشات في العاصمة الأمريكية واشنطن لتصنيف ميليشيا الحوث جماعة إرهابية بشكل رسمي موضحا أن العملية ترتبط بنقاشات سياسية وقانونية وقال أن هناك جهود أمريكية لتحييد وصول ميليشيا الحوث الإرهابية للأسلحة الإيرانية مشددا على أن الولايات المتحدة تعمل مع السعودية وسلطنة عمان من أجل وقف تهريب الأسلحة إلى اليمن